السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 13 9 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الأسد وفي ساعات الصباح يعني الساعة 45 دقيقة القمر راح ينتقل ويصير في برج الميزان يعني زي ما حكينا في عنا فترة خلوم مسار مستمرة لغاية ساعات الفجر فعشان هيك بننظرنا حذرين لغاية ساعات يعني الساعة 45 دقيقة لأنها فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم ونحاول أنه نعمل الأشياء اللي كنا نعملها ما قبل خلو المسار وما نعتمد على هذا الوقت لأنه هذا الوقت فترة غير مناسبة وغير صالحة لأي شي جديد القمر زي ما حكينا موجود الآن في برج الأسد وبدو ينتقل للعذراء هو موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 51 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الآن موجود في الأسد يعني بظل الناس لغاية ساعات الصباح من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعن التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعن اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا الفلكية زي ما حكينا احنا في فترة خلو مسار خلو المسار هذا بدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق من عصر يوم الثلاثة يوم أمس ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت غرينيتش يعني فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم بكل المعاني الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا القمر بنتقل لبرج العذراء عشان هيك من ساعات الصباح منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات أو المهدئات وبوسع نقتئناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة رح تبدأ تأثيراتها اليوم هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هذه الزاوية رح يبدأ تأثيرها اليوم 13.9 ورح يستمر تأثيرها اليوم 28.9 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 21.9 الساعة 25 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط أو العلاقات الاجتماعية وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا دوليا بتدل على قيام الحكومة أو حكومة ما أو ممكن هيك يصير في بعض التغييرات أو التحولات الإيجابية كمان بتزيد بتعمل على زيادة الاستثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية ذروتها ساعة عشر وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود لبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للاكتئاب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة عشر وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينج فبنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوّ من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للتجارة وللعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا طبعا تأثيراتهم تستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى في إجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء معناة خلو المسار القادم بيبدأ في تمام ساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة من عصر يوم الجمعة وبيستمر حتى تمام ساعة خمسة وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان يعني بمعنى آخر القمر بس ينتقل للعدراء رح يظل بالعدراء لغاية مساء يوم الجمعة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وسبعة وثلاثين دقيقة فجرا بصير عمر ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيدة بنسبة خمسة وأربعين في المية القمر في الأسد وبدو ينتقل للعدراء وأغلب اليوم رح يكون في العذراء ورح يظل في برج العذراء لغاية يوم خمسة وعشر تسعة سعيدة الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في العذراء بيتراجع حتى يوم 19-9 منتحس بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19-10 سعيد بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 12-10 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-01 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل العاطف قوية ولكن حاولوا قدر الإمكان ما تفرضوا سلطتكم على أحباكم ممكن يصير أمر مزعج بالنسبة لإلك أو تقلق بشأن أحد الأحبة أو أحد الأبناء ممكن تهتم بمسائل شخصية كتجميل أو تغيير مظهرك أو حتى بشوي هيك تمارس هواية لإلك أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فهون بتكو تنتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم العمل أكثر من المعتاد خلال هذا اليوم وبتجد صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك ركزوا على الأعمال الضرورية والمهم اليوم وتمموها ولكن حاولوا إنكم ما تبدأوا بشيء جديد قبل ما تدرسوه بشكل جيد برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور بتكو تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وتنتبهوا أثناء تعاملاتكم العائلية ممكن يصير حدث اليوم يلفت انتباهك أو مثلا هيك مشكلة أو خلاف عائلي أو بعض الأعطال العائلية لغاية ساعات الصباح يتأرقك أو تخليك مهتم فيها بشكل أكبر أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الخامس معناته خلال هذا اليوم ابتبحثوا عن قاسم مشترك يبيج معكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات الأجواء ممتازة جداً عمستوى ممارسة هواية أو الاهتمام بالنفس أو بالعواطف كمان بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً اللي بده يتقدم لا امتحان أو عنده مقاولة من الآن ولغاية ساعات الصباح بده يركز بشكل جيد وإذا عندكم تنقلات انتبهوا أثناء تنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم عشان ما يصير بعض المشاكل صحيح أنه في بعض الإيجابيات بالتواصل والاتصالات والعلاقات ولكن في بعض التحذيرات أما من ساعات الصباح وهنا القمر رح ينتقل للبيت الرابع بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو تهتم بورشة أو تصلحات ترميمات بيع شراء استئجار ولكن هي المسائل العائلية اللي بتكون طاغية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ولكن لأنها فترة دخلوا مسار منه لا انتبهوا من المصاريف للزيادة والدفعات وبعض المسائل المالية اللي بتأرقك شوي واتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا بالسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على مستوى التلاقي العاطفي الأجواء جيدة جدا ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وخلوا علاقاتكم مع أحبائكم واضحة تماما وابعد عن العصبية قدر الإمكان الأجواء جيدة للتواصل الفكري ولكن مش جيدة للمشاكل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنتوا من الآن ولغاية ساعات الصباح رح تنشطوا كثير في هاي الأوقات طبعا للأشخاص اللي عندهم ساعات نهار أو اللي صاحيين لغاية الصباح بظل المزاج جيد وبتقدروا تواصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل أهم شنكو ما تبادروا لبي عمل جديد على مستوى علاقاتكم ممتاز جدا وفي طاقة عالية ومخططات لليوم ككل من ساعات الصباح هنا التركيز رح يصير على الوضع المالي بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع وحاولوا انكو ترتبوا الوضع المالي بشكل جيد لأنها في بعض الفرص للمكاسب المالية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الضغط موجود لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وفترة خلوه مسار فبتكوا تنتبهوا لصحتكم بشكل أولي أهم شيء انه اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجعوا بالصحة كل ما اقتربنا لساعات الفجر أكثر بيبدأ يخف تدريجيا لأن القمر خلاص بيبلش يوصل لعندكم فعشان هيك حاولوا انه تضبطوا عصابكم وما تتخذوا قرارات لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتمتلقوا بعد ذلك نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم وبتصير أجواء مبشرة بكثير من الأشياء الإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن بدأ في نوع من أنواع الضغط ممكن يكون فيه خلاف حوار نقاش عتب زعل تأخذ على بالك تكتشف سوء تصرف من صديق أو تنصدم من تصرف صديق حاول قدر الإمكان أنك ما تخوض في أي جدال أو أي نقاش معه أما من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة للأيام القادمة طبعا رح تستمر لغاية الجمعة حاولوا لأن القمر بيكون موجود في بيت متاعبكم بتلزمكم هاي الفترة بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أي أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وأيضا بظل القمر موجود في بيت السمعة معناته لا في مجازفات ولا مغامرات ولا مخالفة قوانين ولا تهم العملك ولا تدخل بأي مواجهة حافظ على سمعتك قدر الإمكان وما تبدأ بأي عمل جديد أما من ساعات الصباح فهنا الأجواء بتتحسن شوي بتنشطوا بين الأصدقاء وبعلاقاتكم الاجتماعية ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي الأجواء بتصير إيجابية بشكل كبير وممكن تحقق مكاسب من خلال ما عارفك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في مجال للعلاقات الخارجية أو التعامل مع الأجانب أو الاتصالات والحوارات والنشاط بظل موجود ولكن اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد واللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته وأوراقه بشكل جيد أيضا حاولوا انكوا تبعدوا عن الصدامات بأي طريقة أما من ساعات الصباح فهو أنا القمر رح يوصل لبيت السمعة فبتكون خلال هذا اليوم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم اللي اجتماعية هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات عمل أو مقابلات عمل أو فيه تعامل مباشر ما بينهم وبين رؤسائهم بالعمل أهمش انكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم التركيز لغاية ساعات الصباح رح يظل على الأمور المالية المشتركة أي أي مال معك شريك فيه هذا يعتبر من ضمن الأموال المشتركة شريك مال شريك العاطفة اتفحصوا حساباتكم المالية بنك ضريبة تامين ولكن بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة طبعا لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وحتى الأمور العاطفية ولكن بدكوا تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وأثناء نقاشاتكم وحواراتكم يوم مميز على مستوى الامتحانات والمقابلات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة وعلاقاتكم مع شركاء المال أو العاطفة أو مع الأزواج حاولوا أنه يعني ما تلزموا أو ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر بأي وعود ممكن أنكم ما تنفذوها وابعدوا عن العصبية قدر الإمكان أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح يصير في بيت المال اللي هو البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية ممكن تهتم ببعض الفواتير أو مطالبة ببعض الحقوق اللي لا إلك ولكن حاول أنك مادة ينحد فلوس وما تكفى الحد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر بيقترب للمقابلة الآن فعشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح القمر بيكون موجود في البيت السادس لا إلك فبتكوا تواصلوا أعمالك السابقة وتنتبهوا لصحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا بأي نقاش أو حوار أو جدال ما بينكم بين زملائكم بالعمل وحاول أنك تتمم أعمالك وما تستخف فيها دقك بالتفاصيل أما من ساعات الصباح القمر بيصير مقابلك تماما فبصير هذا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو مصالحة معينة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم مادة ضخم الأمور أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر